اثنى عشر قتيلا بينهم طفل سقطوا جراء اشتباكات بين قوة النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات وقبائل المحضار بمديرية مرخة سفلى بشبوة قوة النخبة قالت ان الهجوم كان يهدف الى القبض على احد الارهابيين وهو عبيد المحضار والمحضار طفل في الحادية عشرة من عمره كما نشر صوره ناشطون من ابناء المحافظة مستنكرين هذه الجريمة التي اودت بحياة المحضار الى جوار تسعة اخرين الهجوم الذي رافقه سلاح الجو الاماراتي واسفر عن مقتل قائد النخبة الشبوانية جلال بن عجاج جاء بعد اربعة ايام من اجتماع بين قيادة النخبة الشبوانية وقيادة المجلس الانتقالي في عدن وزير الداخلية احمد الميسري اصدر قرارا بتشكيل لجنة مكلفة بالتهديئة ووضع حل للمشكلة التي ادت لحدوث احتقال شديد في المحافظة في ظل غياب كبير لدور المحافظة المعين حديثا محمد بن عديو مصادر محلية قالت ان هدف الامارات غير المعلن من هذه الحملة هو السيطرة على مناطق بيت المحضار وما جاورها والتي تعتبر مناطق عبور لانابيب النفط تعد شبوى احدى اهم مخازن النفط والغاز في اليمن وهو ربما ما يفسر تركيز القبضة الاماراتية عليها حيث تسيطر الامارات عبر قواتها ووكلائها المحليين على جميع المنشئات النفطية القوات الاماراتية هذه منعت قبل اشهر وزير النقل صالح الجبواني من الوصول الى ميناء قناة الاستراتيجي وعادته من النقطة الامنية ليتجه شمالا نحو الحدود السعودية ويطلق تصريحات غاضبة بشأن اين ذهبت السيادة نهج الهيمنة والادلال تمارسه الامارات في اليمن على مختلف الاصعدة حيث منعت مؤخرا وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري من حضور حفل افتتاح بطولة كأس اسيا التي تشارك فيها اليمن الامر الذي استنكره ناشطون ولم تستنكره الحكومة الشرعية اشتركوا في القناة